اشتركوا في القناة من مليت من موضوع كورونا مليت سئمت ضجر شوف الكلمات المناسبة اسوأ بعد روح اكثر بس اسمحوا لي اخذ نقطة بس هنا واي واحد من نظرية عجب عجائب يقدر يوقف السنابات هنا وتوكع على انا بتكلم عن التقنية والاقتصاد والاثر الحالي واللي راح يسير اعجبني رد بصراحة يمكن يكون مضطرر في شوية اثنين يتناقشون على برنامج تلفزيوني فالاول يقول حق الثاني هذا امر طبي انت وشو داخل لك هذه امور تتعلق بالطب فالثاني رد عليه قال لا ايه انت مختص بالطب وشو داخلك وما عندك حل الناس تجيك تصرفها انت اصلا ما تملك الحل والموضوع ما لعلاج فانت حالك حالي بل انا فقط ثقتي بالطب بعد تجربة 19 يوم هذه فقط ثقتي يعني يمر عليك الطبيب سواء كان خاص او سواء كان مستشفى او سواء كان توصية او سواء واحد ينظر عليك عبر واتساب او غيره ما فيه يعني حتى توصية ما يعطيك يعني يقول لك هذا مرض ما العلاج والله يعينك هذا ممكن يقول هلي صاحبي ترى اي ان كانت وجهة نظرك بكورونا ما تعني لي والله يعني كل واحد يشكل وجهة نظرة وعسى الله يعين الجميع كورونا سبب مشاكل اقتصادية ما احد يقدر ينكر هذا الامر المشاكل اقتصادية هذه منها حضر المصانع المصانع ما قاموا تنتج بالتالي عدد المنتجات اقل بالتالي راح يزيد الطلب اذا زاد الطلب تزيد الاسعار اذا زادت الاسعار الناس راح تشتري مؤقتا لأنها للحين ما وعدت أو وياها فلوس وما وعدت للأزمة الاقتصادية القادمة إذا وصل سعر النفط 16 دولار يعني برميل النفص 16 دولار يعني الماء يغلى منه الماء يغلى من النفط صار إذا استمر النفط على 16 دولار أو بهذا الرينج الدولة مو حاطة الميزانية العامة على هذه الأرقام يعني راح تسحب من الاحتياطيات سواء كانت احتياطي الأجيال أو كانت استثمارات الخارجية طبعا من حول راح تقدم هذه الدول تخفيض الرواتب وتخفيض التكاليف وبعدين الدينار راح يصير عزيز فالمنتجات اللي غلط قبله شوي اللي صارت أسعارها غالية ما حد راح يشتريها فرح يستير فيه كسات يعني أغلب القراءات اللي أنا قرأتها مناظرين اللي يكتبون بأنه دائما قبل الحرب العالمية يكون فيه كسات وهذه عوام الكسات طبعا أغلب الشعوب هذي متى راح تحس بالأزمة هذي إذا لسعح الكسات راح تحس لأنه أغلب اللي موجودة الحين يعاندك وانا دم امروء المؤمن الحين يعاندك هو لأنه مغيب هو مدجن مغيب ما يشوف خمس سنين قدام ما يطالع تحت رجلة ما يقدر يطالع قدام شوي دول الخليج تملك مورد واحد وهو النفط تضرر هذا المورد بأي شكل من الأشكال يساوي تضررك أنت مباشرة إذا مو اليوم بكرة طيب أنا شبيدي اليوم هو لأنك شعب ما بيدك شيء فالمفروض أنك تمسك دينارك اليوم المفروض أنك تحسب حسابك أنك مقبل على أيام أسوأ من الأيام هذي على الأقل مؤقتا يعني على ما الله يفرجه لكن احذر الاقتصاد والأرقام تقول أنه في شيء جاي مو زين دينارك لازم يكون عزيز طبعا راح تشوف شلون سيتم استغلال كورونا سياسيا وقتصاديا قريبا جدا إذا ما تم استغلال الفترة اللي قاعد أتكلم فيها وقبلها بشوية راح يتم استنزاف الكرت هذا عدل مثل ما أنت تشوف أنه عجب عجائب عجب عجائب علمه عجب عجائب بالنسبة لي لما تكلم أنا عن التقنية والاقتصاد وشلون سينهار هذا الأمر قريبا جدا من الجانب الاقتصادي وترى علمه عجب عجائب مثل ما أنت الحين مثل ما أنت ما تقبل وجهات النظر الأخرى اللي هي ضد وجهة نظرك اللي أنت ما أخذها من 2-3 طبعا على التلفزيون أيضا أيضا لازم تسمع الصوت اللي يقول لك أن هذا الطبيب لا يفقه شيء بالاقتصاد لا يفقه شيء بالاقتصاد ولا يفقه شيء بالتقنية ولا يفقه شيء بتأثير كورونا على التقنية والاقتصاد أنت بعد لازم تأخذ وجهة النظر الأخرى في كل أزمة اقتصادية حصلت 2008 وحصلت قبلها وحصلت بعدها بعشر سنوات يعني 2018 قبلها 2017 أيضا حصلت نفس الشيء يتم إعادة ترتيب أوراق الاقتصاد للأسوأ مو بصالحنا أغلب الأوراق هذه مو بصالحنا احنا دول ضعيفة حياة مو بصالحنا أيضا أسمع وجهة نظر خليه ينهار النظام العالمي اللي هو المبني على الدولار والرأس مالية بخليه يجي النظام بجديد المشكلة اللي احنا أول مرة احنا كلها هذه المشكلة لاحظ معاي أن قبل سنين قليلة كان متوقع أنه اللي راح يخلي النفط ينهار ويخلي أسعار نفط ينهار هو تواجد سيارات الكهربائية التي ستقلل من فرصة النفط وحصة النفط ما توقع أنه فيروس حقير ممكن ينقص قيمة النفط مثل ما قل العرض فزاد الطلب على التقنية المفروض يصير نفس الشيء في النفط النفط أيضا منتج ومفروض أنه في حضر على المصانع وفي حضر على الموظفين النفط صح؟ المفروض أنه نفس الشيء ليش النفط للحين منخفض سعره؟ وعن الاقتصاد إذا ما حرقه فيروس يتحرق السياسة يعني سياسة تدخل باقتصاد تحرق أم الاقتصاد حرق السياسة هذا الفيروس خلص كافي استهلاك لكرت الفيروس هذا كافي إذا تم استهلاكه أكثر من شذيه يا جماعة القادم مظلم يعني ليه الحين؟ ليه الحين؟ ثلاثة شهور كم صار له؟ ثلاثة شهور؟ أربع شهور؟ شوف الوضع بس كافي كافي الكرت هذا أخذ أكبر من هجمه كافي تمنى من الله تعالى وارجو من الله تعالى أن يعدي هالمرحلة الغريبة سواء كانت مفتعلة أو غير مفتعلة على خير لأن ما في يعني كل اليوم يزيد وكل قراءة يزيد ما يبشر الأمر بخير يعني ودك أن تستبشر خير تقول فترة وتعدي بس كل ما تطول الفترة هذه تحس أن الوضع ما رح يكون أفضل رح يكون أسوأ فأتمنى من الله تعالى أن هتعدي على خير آخر أمر أختم فيه هذا المرض أنا جربته 19 يوم والحمد لله نجاني منه خطورة هذا المرض أنه يضرب نقاط الضعف بجسمك مو أنه يضر الرئة أو يسبب لك اختناق أنا ما رب التجربة لا تقول لي أنت أن أضر أضع طباء ما سووا لي شيء تمام؟ أنا ما رب التجربة الحيب مشكلته أنه إذا في مرض بجسمك يتسلط عليه وتحس فيه ويؤلمك لذلك اتجه لإخصائي تغذية مو طبيب روح لإخصائي تغذية يفيدك فيه طريقة رفع مناعتك الذكر الدعاء التزام شوية مع الحفاظ على مناعتك الطوف الأزمة هذه وما في طبيب رح يفيدك حاليا أراكم الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو ما بيده شيء ونظر عليك شنون هو بيده؟ ترجمة نانسي قنقر